موسى موسى مورد مورنداي ديوف من الدقار بقى لي كتير يعني من الفين واتماشر بتاع سوا سنين كنا مسلا سوا سنين فيه عنديها كتير بشجع الدوان فيه الدوان وفيه جندارك وفيه فيه عنديها كتير بقى كويسة بشجعها يعني بحبنا الأهلي طبعا الأهلي ده بشجعهم من صغري موسى موسى وكان فيه أبو تريكا كلنا منحبوا يعني عن حدته بحبه يعني أبو تريكا مش مش شايف لسه ما لسه ما جايش اللي عايب اللي أنا أحط لسه ما جايش الساد يماني طبعا أنا شايف كده واجهت نظر لنا فيه كل واحد واجهت نظر طبعا هم الاثنين كويسين يعني لعبها كويسة يعني إذا كان ساد يماني أو أبو تريكا ده اتنين لعبها عالميين يعني موسى كان فيه مصر ماتش كبت لعب 2004 كان ماتش ودي مع الإمارات رح توب في الإمارات موسى غير الساد يماني فيه كاليدو كلبالي طبعا اللعبة كويسة جدا وفيه إسماعيل أصار وفيه لعبة كتير جدا كويسة وإدريسة جاني جاي بتاع إفيرتون ده حالو برضو وفيه لعبة كتير برضو في السناغال عشان كده أنا مش ألقا عليها المصريين كلهم بيشجعوا جزائر مش كلهم بقى يعني فيه ناس فيه ناس تابعي بيحبون أنا فبيحبوا يشجعوا السناغلاش وخاطري وفيه بقى الناس تاني بقى بتحب عايزة جزائر تاخد البطول أنا عايز أقول للمصريين قفوا جنب أخوكم موسى طبعا أنا هو بتتكلم باللغة العربية بتاع زيكم وبيحبوا المصريين كلهم فعايزكم تقفوا جنبي وتقفوا جنب المنتخب السناغالي إن شاء الله ناخد البطولة ما هي الأولف احنا بنتكلم الأولف ده ما بقى سورتير إيجبشان بالجند السناغالي يعني عايز الجماهيرة المصرية توقف جنب الجماهيرة السناغالية المواقف الطريف طبعا من الناس اللي تدفني على الفيس والناس بتقلمني بتوقع تقول لي انت خلاص بقيت تشهرت وانا بالفكرة مش في مياه خالص انا بحب ناس كلها بحب انا بضيف كل الناس والله وبأكلم كل الناس بس في ناس بيكون مشغول شوية فمقداش اتكلم معاهم اوه كتير كتير جدا كمان ناس كتير جدا بيكلموني عشان خاطر اطلع اصور معاهم وفيه ناس بتقول لي لو انت قاعد بعد البطولة ممكن تيجي تحلل معانا اي ماتش ونستضيفك يعني في كسب النامي انا اول ما جيتكت في 2012 روحت الجونة بس ما حصلش نصيب كان فيه ساعتها ثلاثة افاركة في الجونة فما حصلش نصيب فانا طبعا كده كده ايه يعني زي ما يكون ايه يعني جالي احباط خلاص بقى نقولت بقى ايه بدل اعوض الليف في كتير فقعدت لعبت فترة في نادي الاشارة نادي الاشارة كان فيه مدررف خدني عملنا ماتش ودي مع نادي الشروق في نادي في الشروق عملنا ماتش ودي فقال له لأ انت لازم تقوى معايا ولازم اتجيبك معايا فرحت لعبت معايا كزا مرة كزا مرة فبعد كده خلاص بقى سيبتك وره خالص اه استكررت في مصر في القاهرة الجوز مصرية اه وعندي زينة وحمزة معايا جنسيتين او لا واخد الجنسية المصرية والجنسية سرغالية معايا خدتها اول ما جيت 2012 كان ساعتها كان فيه قرار نازل اللي هو الولدته مصرية لازم يحمل الجنسية المصرية يعني والله اللي خايف انهم كتير يعني خايف المتغفزة نفسه كله يعني فيه بغدالب ونجاح برضو العيب عالي وفيه يوسف بليلي ونص الملعب كله اصلا بتاعهم قوي جدا يعني الله اكبر عليهم يعني نص الملعب بتاعهم كويس بس ان شاء الله احنا نحاول اين يعني ان شاء الله نحاول نوقفهم يعني